يبتعون المواد الغذائية الضرورية للعيش ليس لتخزينها في بيوتهم بل لتوزيعها على أسر فقدت مصدر دخلها اليومي بسبب الالتزام بالحجر الصحي في البيوت تطبيقا لإجراءات السلطة الجزائرية لتطويق فيروس كورونا هنا إن شاء الله كمجتمع مدني وكجمعيات رأينا مع الدولة تعنا نحاول نقص الضغط لأنه الضغط هذا كبير حتى أكبر الدول العالمية ما قدرت له نحن كمجتمع متاني موش قدرنا نقص إمكانياتنا البسيطة لنقص عائلات بشي يلتزموا في الحجر الصحي هذا حتى تفوت علينا الأزمة هذه إن شاء الله المبادرات التضامنية الشبانية وحدها لا تكفي لمجابهة تداعيات الأزمة الوبائية التي تمر بها الجزائر ما دفع السلطة إلى إعلان نداء لجمع تبرؤات المالية تحسبا لما هو آت ثلاثة حسابات بنكية فتحتها الخزينة العمومية أملا في جمع ما يكفي لاحتواء فيروس كورونا الذي يعرف انتشارا واسعا في البلاد تمكين من يريد أن يساهم بمساهمات مالية للمساعدة هو ليس تعبيرا عن عجز الدولة من ناحية المالية ولكن هو تمكين المجتمع ليساهم ويقف مع دولتي في هذا الظرف الحساس تحرك السلطة أعطى الضوء الأخضر لمنظمات المجتمع المدنية التي آلنت ميلاد تكتل وطني للتضامن والإغاثة تحضيرا لشروع في جمع التبرعات في فقراء ومساكين بل حتى الذين كانوا يعملون اليوم سيصبح ليس لهم دخل فبالتالي الجميع مرشح بأن يندمج في هذا التكتل من أجل الوصول إلى كل باب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمر بتخصيص 100 مليون دولار كأول دفعة لاقتناء ما يلزم من الأجهزة الطبية ووسائل الكشف عن فيروس كورونا فيما أعلن رجال أعمال دعمهم لوزارة الصحة بمعدات من أجل مواجهة الوباء عبد القادر خربوش العربية الجزائر موسيقى موسيقى موسيقى